بدأت عملية صرف رواتب الجيش الوطني عادية جدا لكنها سرعان ما تحولت إلى معاناة جديدة تضاف إلى جملة من الصعوبات التي تواجه أفراد الجيش أهمها استقطاعات من مرتباتهم تصل إلى 80% بالإضافة إلى التلاعب في الرتب العسكرية والاعتمادات المالية التي توازي هذه الرتب حيث وزعت حسب القرابة للاستحتاق ناهيك عن مباطلة اللجان وإطالة أيام الصرف مما يعود على أعضاء اللجان بمبالك ومستحكات يومية أحد اللجان التي لها 27 يوم من يوم التأسيس حتى الآن لم تشتغل مدى غير يومين اليومين هذه صرفت في بي 70% من قوام الكتيبة المخصصة عليها والـ 25 يوم لم تستطيع استكمال إلى 3% سخط كبير في خضم بروز تساؤلات عدة حول الاستقطاعات المتكررة وعدم التزام الحكومة بدفع المرتبات شهريا باعتبارها المصدر الوحيد لأفراد الجيش في ظل وضع معيشي غاية في التعقيد وبرغم الوعود الحكومية المتواصلة عن حل هكذا إشكالات بل والتصريح مؤخرا عن دفع دول التحالف العربي لهذه المبالغ شهريا هناك إعلان أو تصريح من الرئيس هادي أو أمر بتوقيف صرف أربع رواتب قبل رمضان أو أثناء رمضان إلى الآن لم يصرف لا راتب ولا هناك أي أنبع عن الصرف الرواتب القنود أو بعض من يراقبون أن هناك تلاعب من القيادة من قيادة الجيش أو التلاعب بين الحكومة والجيش هذه المبارسات استدعت منتسبية الجيش لمطالبة قيادة الشرعية إيجاد حلول لتلك الصعوبات والعمل على إلزام هذه اللجان بصرف المرتبات في مكان وزمان محددين خلال الفترة القادمة وعدم إشكال قوات الجيش في الجبهات إذن تحديات كبيرة ومعقدة تحول دون تحقيق انتصارات النوعية الشرعية التي تسعى لإصلاح ما دمرته الميليشيا خصوصا مؤسسة الجيش المعول عليها دحر الانقلاب خليل طويل قناة بلقيس مأرب